نتنياهو للمرة الرابعة في سدة حكم دولة الاحتلال مع تصريحات بعدم اقامة دولة فلسطينية واستمرار الاستيطان وبقاء القدس عاصمة لدولة الاحتلال وهو بالتأكيد ما سيتصادم مع سياسة الاردنية تلك التي تطالب بعكس ذلك وتتبنى الدعوة لحل الدولتين ووقف الاستيطان والتمسك بالقدس الشرقية عاصمة لدولة الفلسطينية المستقلة بعد فوز نتنياهو بالانتخابات ووسط ترقب لما ستقدمه حكومة يمينية اخرى لاربعة اعوام مقبلة تبدأ التوقعات بالتراجع لمعسكر السلام وتقدم اليمين وترسيخه لحضوره ما سيؤدي بلا شك الى توتر بين الاردن واسرائيل ملفات شائكة ومتأزمة في العلاقة ما بين الطرفين خاصة في الحكومتين الاخيرتين للاحتلال والتان يشكلهما نتنياهو ذاته نستطيع ان نصف العلاقة بين الجانبين بالفاترة بظل ملفات الاعتداءات المتواصلة في القدس والتي رضخ نتنياهو خلال الفترة الماضية للاردنيين فيما عرف حينها بقضية باب المغربة لكن الاعتداءات في القدس والاقصى تحديدا لا تزال مستمرة مع اقتحام ليبرمن لساحات الحرم الشريف منذ يومين جريمة اغتيال الشهيدة الاردني رائد زعيتر لا تزال قيد التحقيق وهذا يعني بان الاردن لا يزال خارج حدود التقارب السياسي اتجاه نتنياهو وحكومته اضف لذلك مشكلات الطرفين الناتجة عن المطار الاسرائيلي القريب من العقبة لتصل الامور للسعي الاسرائيلي لوضع جدار يفصل الضفتين الغربية والشرقية على طول الحدود بين الاردن والاراضي المحتلة وغرس كاميرات مراقبة في هذا الجدار على امتداده رغم فتور العلاقة بين الجانبين تبقى اتفاقية الغاز من جهة وتوقيع اتفاق ناقل البحرين من جهة اخرى ترسم علامات سؤال حول مدى التذبذب في العلاقات هنا وهناك وليس ابرز من سحب السفير للتشاور ثم اعادته سوى دليل على التجاذبات السياسية بين الطرفين الاردن تعامل مع حكومات يمينية اسرائيلية سابقا لكنه سيكون من الصعوبة التعامل مع الحكومة الجديدة بعناصر سياستها المعلنة كرفض اقامة دولة فلسطينية والاصرار على اعتبار القدس عاصمة موحدة لاسرائيل واستمرار الاستيطان ومزيدا من الاقتحامات وربما تقسيم الاقصى بمعنى هل ستمر العلاقة الاردنية الاسرائيلية في مرحلة مخاض جديد اذا ما واصل نتنياهو رفضه لمبدأ حل الدولتين وانهاء الاحتلال والانسحاب من القدس حافظ ابو صبرا رؤيا